بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 part 6 interaction diagram for design of columns ده ما يسمى بالانتر اكشن دياجرام وده بنستخدمه في الديزاين بتاع العميدة المعرضة الى normal force وmoment اول حاجة عشان الدياجرام ده نفهمه تعالى نشوف المحاور اللي عندي المحور y هو عبارة عن phi bn على area gross بتاعة القطاع المحور الافقي phi bn على ag في e على h طيب تعالى انا لو عندي cross section اهوات اللي هو b في h اللي هو الويتس بتاعه b والديبس بتاعه h يبقى تعريف الarea gross في الحالة ديت اللي هي عبارة عن b في h طيب الدياجرام دوت مقسم الى تمن اجزاء اول كيرف مكتوب عليه روجي روجي اللي هو واحد من مية اتنين من مية تلاتة من مية لغاية ما بنوصل تمانية من مية ديت روجي اللي هي نسبة التسليح نسبة التسليح اللي هي بتتناول من واحد في المية الى تمانية في المية طيب الخطوط ديت بتمثل الاكسنتريستي هنا اي على h واحد من عشرة يعني عند اكسنتريستي عشرة في المية عشرين في المية تلاتين في المية اربعين واحد كزا لغاية لما بنوصل اي على h بتساوي مية في المية اللي هي واحد طيب الكيرف ده بيتكرر كتير حسب قيمة الف سي يعني الف سي كل ما بتتغير الكيرف ده بيتغير نفس الكلام ايه هي جاما لو انا عندي ده الكروس سيكشن ده الحديد الموجود المسافة دي الكلية هي h فبنقول ان المسافة بين الحديد اللي هو بتاع التنشن وحديد الكومبريشن المسافة بينهم جاما اتش طيب بنحسب جاما ازاي عشان نحدد الكيرف دوت بنقول ان المسافة جاما اتش هي عبارة عن اتش مينس اتنين الكوفر اتنين الكوفر يبقى جاما بتساوي اتش مينس اتنين الكوفر على اتش يبقى انا عندي الكيرف ده هيتغير حسب قيمة الجاما وكل ما جاما بتتغير بيدينا كيرف تاني مختلف تماما الشكل واحد ولكن القيم اللي بتبقى موجودة عن المحور الافقي والمحور الرأسي تتغير طب لو مسكنا اي كيرف من الكيرفات اللي عندنا ديت فبنقول ان الكيرف ده مقسم الى 3 اجزاء الجزء اللي تحت دوت بنقول ان العمود فيه تنشن كنترول امتى يبقى تنشن كنترول لما يبقى الاف اس بساوي اف واي يعني الحديد اللي موجود في التنشن صايد اللي استرس اللي فيه اف اس بساوي اف واي وبالتالي اللي استرين في الستيل هو عبارة عن اللي استرين بتاع اليل بين الكيرف دوت وبين الكيرف ده بنقول ان العمود عندي كمبريشن كنترول كمبريشن كنترول يعني ايه كمبريشن كنترول يعني السترين في الستيل بيبقى أقل من إبسلون واي يعني لسه الستيل اللي عندي ما بوصلش إلى الييلد استرين يبقى ده الكيرف اللي عندي دوت إن عبارة عن روجي بتساوي 1% إلى 8% إحنا كل اللي بنعمله إيه إنك بتحسب القيمة ديت وبتحسب القيمة اللي تحت وبتطلع بخط بيتقطعه في نقطة بيدي قيمة الروجي اللي هي نسبة التسليح يبقى ثاني أنا أول خطوة لازم أحدد الكيرف اللي أنا شغال عليه وبناء أنا على قيمة الف سيداش والف واي والجامة وقلنا إزاي بنحسب الجامة بنحسب القيمة بتاعة المحور الرأسي ونرسم خطه أفقي القيمة بتاعة المحور الأفقي وبنرسم خط رأسي بيتقطعه في نقطة بيدينا قيمة الروجي اللي هي نسبة التسليح الكلية اللي موجودة في القطاع ده هنا كيرف تاني تمام كده بنوضح العملية اللي احنا شرحناها إزاي بتعين قيمة الروجي يبقى الغرض من الانتر اكشن دياجرام إنك إزاي تحسب نسبة التسليح بناء على المعطيات اللي عندك اللي هي مقاومة الضغط اللي شغال عليها اليلد سترينس بتاع الحديد الجاما اللي احنا قلنا إزاي بنحسابها ودي تدبند على اتش وعلى الكافر اللي موجود من الجهتين اشتركوا في القناة